قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي يرافق رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق اسام عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة بجولة تفاقدية لمقر القيادة الاستراتيجية وأشهد الفريق أول محمد زكي خلال الجولة بالجهد المبزول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت القيادة الاستراتيجية وفقا للمدة الزمنية المخططة مؤكدا حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية في شتى المجالات ومؤكبة التقدم العلمي والتقاني لتعظيم الاستفادة من كفة الإمكانات بما يسهم في تطوير منظومات العمل داخل المؤسسة العسكرية